اشتركوا في القناة وكبار المسؤولين في الحكومة الايرانية وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والمبعثين وسفراء الدول المعتمدة لدى طهران وبهذه المناسبة نقل وزير الخارجية تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى فخامة الرئيس الايراني وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد في تحقيق تطلعات الشعب الايراني لمزيد من النماء والتقدم والازدهار وعرب وزير الخارجية عن تطلع مملكة البحرين بان تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا ملموسا يؤدي الى عودة العلاقات الطبيعية والمضي قدما في تعزيز التعاون المشترك وخدمة المصالح المشتركة متمنيا الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها الصديق دوام الاستقرار والرخائي والازدهار اشتركوا في القناة